عدة أسابيع مرت منذ فجاعة حريق مستشفى بن الخطيب عدة أسابيع اكتفت فيها لجنة تحقيق الحكومية بفرض عقوبات انضباطية على مدير عامل صحة رصافة ومدير المستشفى وآخرين من دون حالة أي منهم إلى القضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق انتقلت قرار اللجنة وبينت ما يحتويه من تناقض قانوني واضح فاللجنة نفسها قررت توقيف مدير المستشفى ومعاونيه وآخرين وفق المادة 341 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالإهمال الوظيفي واستغلال السلطة فإذا كانت اللجنة المختصة لم تقرر غير العقوبات الإدارية ولم تحلهم إلى القضاء فلماذا إذا يستمر توقيفهم وفق قانون العقوبات وإذا كان توقيفهم تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء ومعاقبتهم جنائيا فلماذا لم تذكر اللجنة ذلك في تقريرها أسئلة يؤكد خبراء قانونيون أنها منطقية فالفاجعة التي أودت بحياة 82 عراقيا وخلفت 110 آخرين بإصابات مختلفة تصنف قانونيا ضمن الحوادث الجنائية وليست ضمن المخالفات الوظيفية فقط والعقوبة عليها تصل إلى السجن لعشر سنوات إذا لم تكن متعمدة وإلى المؤبد أو الإعدام إذا كانت متعمدة غير أن الأمر في عراق النفوذ الإيراني يختلف فليس من السهولة بمكان محاسبة أي مسؤول مهما كانت جريمته فكل مسؤول يتمي إلى حزب أو كتلة سياسية والأحزاب والكتل السياسية في عراق اليوم إما أن تملك ميليشيا مسلحة أو تملكها ميليشيا مسلحة لا سيما تلك المدعومة إيرانيا وبالتالي فلا مجال لمحاسبة من يحميهم سلاح الميليشيات ونفوذ الأحزاب الموالية للنظام الإيراني وكغيرها من الجرائم التي ارتكبت وترتكب ضد العراقيين لا سبيل لمحاسبة مرتكبي جريمة سوى بتحرير العراق من نفوذ الميليشيات ومن يدعمونها في إيران وبناء عراق الحق والعدل والحرية وكرمة الإنسان ترجمة نانسي قنقر